السلام عليكم ورحمة الله هنكمل مع بعض سلسلة الفيديوهات الخاصة بشرح محابس شرحنا في الفيديوهات السابقة بدأنا بسرد أنواع المحابس ثم كلمنا عن محبس الأفل والغسيل ثم كلمنا عن محبس الهواء وهنكمل مع بعض هنا في غرفة الريديوسر أو الغرفة الخاصة بالقطعة اللي بتعمل تقليل في الأقطار يعني إيه تقليل في الأقطار أنا معرفش بصراحة يعني أو الهلك إزاي مصطلح بس تعال مع بعض نشوف ولكن في الخط البروفيل بتاعنا المصورة مشيت فالمصورة نقول مثلا ماشيا كام ماشيا خمسمية الماء دخل من هنا ادي الماء دخل من هنا خمسمية وفجأة بقت ها ميتين فخمسمية بميتين لو جيت بعد الخمسمية هنا ألزأ في المتين هتخش فيها من جوه طب وده ينفع طبعا ما ينفعش خاصة اللي لو جينا بصنا في الامبلان المصورة خمسمية خمسمية شايفيني الشكل خمسمية خمسمية معايا كده. وجي هنا فيه عايز اطلع من المصورة الرئيسية دي من المصور رئيسي خمسمية في خمسمية. عايز اطلع هنا فيه كم بيت في اخر الشارع. فعايز اطلع لهم انهم فرعة. فمتين. اه كتر متين يشربهم ويستحموا زي الفل. معايا. لكن خمسمية طب هنا بشونس خمسمية مش هتشربهم. هتشرب بس دي ممكن تكون دخل على بقية المدينة مش بيتين بس. فيه ثلاثة اربعة شوارع. لكن هنا ولكن شارع سوء حرة صغيرة. فالمتين. فانا عايز الريديوسر ده. طب. طبعا الفيديوهات ياريك بالترتيب تجيب الفيديوهات محبس القفل والغسيل ثم محبس الهواء. الحاجة اللي شرحتها مش تشرحها تانا عشان وقت الفيديوهات وقتها حضرتها. تمام? طيب. جينا بنرسم طبعا بتبدأ ترسم القطعة بتاع الايه? ها بنبدأ بالقطعة بتاع الحيطة وصلة الحيطة وقلنا المسافة من سنتر الحيطة لنهاية القطعة ده او نهاية القطعة لا تقل عن ربعمائة ميلي للهي هربعين سنتي. او من الوش للوش لو. المسهورة قال اكبر من تلتميت قطرة اكبر من تلتميت ميلي. يبقى من الوش الوش هنا ثلاثين سنتي لا تلتميت ميلي وهنا تلتمية. واتشوف سمك الحيطة دي من الانشاء ولكن وليكن والأكبرون وهنا ثلاثين سنتي سبعين مت тр against three. يبقى ماي يبقى دي كلها. مية سنتي هي الف متر. آآ ميت سنتر هي الف متر. هنا واخدها الف ونصف. يبقى ممكن تسمك الحيطة. سي مسلا. سمك الحيطة جيد الانشاية مسلا قال لك آآ خمسمية. سمك الحيطة خمسمية تقريبا قرب القطر ده. خمسمية. ولكن تعال نشوفها من هنا. الحيطة. ما فيش طبعا ستمائة وستة. آآ انا بس واخدها غلط من هنا. ثم اخرج من هنا لهنا. قال لك الحد دي كام? ستمائة. طيب. ستمائة. ومن هنا لهنا. ها? نقول تلتمائة ملي. ومن هنا تلتمائة ملي. ستمائة على الف ومتين. هاته القطعة على طول الف ونص. وخلي تلتمائة دي ربعمية او ربعمية وخمسين. تبقى الف ونص. والقطعة اللي بتربط ما بين المصورة ووصل الحيطة. قلنا الف او الف ومتين او الف ونص. ودي بقيت المصورة. طيب. وهكذا الناحة تانية بس على كتر المتين. نيجي بقى هنا. طبعا الماء دخلة من هنا. حلو. وعايز اعمل مخرج. الخمسمية. بس سباك من دي دلوقتي. عايز من هنا. ادي. عايزة الخمسمية تبقى كام متين. طيب. علشان تقلب متين. لازم محط طبعا رقم ستة وسبعة دي قلنا شرحنا الكلام ده الفيديوهات اللي فاتت. آآ فك آآ وتركيب. قطعة فك وتركيب. ودي المحبس بتاعي. اجيب طول ده منين وطول ده منين. الطول ده والطول ده. اللي هو هنا. مديني سبعمية و متين اتنين وتسعين. بخش في المحبس بتاعي. واللي يكون محبس سكينة. عشان ده اقل من تلتمية. واعرف القطر متين. بيتركب عليه. محبس بطول قد ايه. طيب. والفك وتركيب نفسك كلا. طيب. المسافة دي قد ده حاجة اسمها ريديوسر. رقم خمسة. مش عارب. ادي خمسة هيه. خمسة. مسلوب. المسلوب ده اللي هو. القطر بتاعه بيقل كده. زي المخروض. اللي هو انجليش ريديوسر. معي. طيب. ده بيجيب ايه. بتجيب ريديوسر في قطع في في الخود او في الكتالوج الخاص بالقطع. بتجيب الريديوسر اللي عايز. الريديوسر اه. خمسة مية. اللي هو قطر خمسة مية. على متين. ليه طول. بتجيب الطول ده اللي هو سبعمية وليا كون. وتعملها بالسكيل بتاعك. ايه طبعا ده برنامج. ده اسم انت بتعرف ترسم الكلام ده. وتقوم جايب الطول ده سبعمية. بس كده. وتقوم طبعا بتاخد الشكل ده كله. وتقوم رسمه. في. البلان. واتطلع من الخمسمية كام خمسمية. طبعا الرسمة دي سوري معلشة غلط. هي خمسمية خمسمية يعني دي ادي دي. صح? يعني لو جينا نقول دي كام? دي. خمسمية. فهجيب سيركل. وهجيب. وافتح اه خمسمية. سوري. من هنا. وافتح خمسمية اللي هي خمسة من عشرة متر. آآ آآ من هنا. اهي. انا خمسمية طلع ممكن يطلع منها ميتين. ممكن يطلع منها تلتمية. فاهمني? ولكن الخمسمية طلع منها خمسمية. او مجاي من هنا. ادي الخمسمية طلع منها خمسمية. طيب المسافة دي حبيب قلبي. يا ريت لو مش عارف اللي انا هقولها دلوقتي ترجع لفيديوهات السابقة والمفروض قلت يا ريت بالترتيب. مش اقولها المرة الخمسين. المسافة دي ادي. اه. قولنا شرحنا عبلي كده في في شكل المسافة دي والمسافة دي شايف المسافة دي والمسافة دي بتخش على اللي هي خمسمية على خمسمية قولك اللي بالف والمسافة دي هتلاقيه مشاور لك عليها في الكتالوج خمسمية يبقى المسافة دي خمسمية بعد كده بتبدأ بقى تشوف هتعمل ايه انت مش عايز خلاص انت هتركب محبس هنا ليه انت مش عايز محبس هنا انت عايز محبس هنا بحيث لو قفلت دي وعايز تكمل كده تمام ونبدأ هكلمك في الكلام ده من المرة الجاية ان شاء الله مش المرة الجاية على طول يعني قدام في في اه قدام اه واحنا بنشرح اول ما نخلص ونعمل بتاعنا هبدأ بقى في مكتطفات كده في بعض الحاجات بعض التفاصيل عايزين نقف عندها اعمل هنا يعني هنا عملت اه وسط فك وتركيب علشان الكطعة بتاع المحبس بتاع السكين عشان لو عايز اقفل من هنا وما تيجي كده عايز اقفل على الجزء ده ممكن احط هنا محبس على حسب الديزاين بتاعك احط محبس اقفل على الجزء ده بس دي شكلها مصورة رأسية مش هتقفل اصلا ما ينفعش هتقفل والله عايز اقفل هحطي محبس مش هحطي محبس هعمل الوسط بتاع الحيطة بعد كده طالع ال 500 طيب اخر حاجة عندي وان المسافة دي من الرسم السفلي من هنا الهنا لا تقل عن 400 ملي اللي هي 40 سنتي ومن هنا الهنا او ناخد بقى كبير من هنا الهنا لا تقل عن 120 سنتي اللي هي 1200 ملي طب ده رسم السفلي والعليل طب تعالى من هنا المسافات بعد دي المسافة المسافة من قلنا من جانبها المسورة انا اخد المسورة الاكبر طبعا بين سافعة الاكبر الراسم اللي فيه الصمب اللي هو اده الصمب يبقى من هنا لا تقل عن 800 ملي اللي هي 80 سنتي طبعا تبنى واحد هي بس ممكن هنا بروب بس حاجة في الرسم لكن هي 800 ملي تمام طيب والرسم السفلي لا يقل عن 400 ملي طب لهنا يا باش مهندس بقى 600 والله انا جيت يا باش مهندسين اما رسمت الواصلة بتاع الحيطة حسبتها السمك ده زي ما بنحسب دايما وصلات الحيطة والسمك ده لا يقل عن 30 سنتي لا 300 ملي والسمك ده في 3000 ونص فالمسافة خلاص هي كبرت المهم ما تقلش عن كزا تمام؟ اه ده الفيديو الخاص بالريديوسر شرح الريديوسر او طقليل الاكتار ان شاء الله الفيديو جاه نتكلم عن تغيير الاتجاه في الموسيقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته